بعد تحذير المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك من أخطار الطحين المستعمل في صناعة الخبز وصفة الأمر بأنه سم أبيض جاءت تصريحات وزير الصحة محمد ميروي مؤكدة على خطورة الفرنة البيضاء التي باتت تهدد صحة المواطن المادة الأساسية في صناعة الخبز وهي المادة الكثيرة للإستهلاك في الوسط العائلي وهي المادة الأساسية للغذاء الجزائري عبارة عن فرينة بيضاء يعني فرينة تم التخلص من نشأتها يعني من الأليافتها وهو ما يعده يعني مادة غير سليمة وغير صحية تماما بل ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وحسب الدراسات العلمية فإن القمح اللين المستعمل في إنتاج الخبز الأبيض ينتج جزيئات تحفز سلوك الإدمان وتنعش الشهية بشكل قوي ما يؤدي لاحقا للإصابة بأمراض مزمنة أبرزها السمنة السكرية والضغط الشرايينية هناك عدة أمراض ممكن أنها تيصاب بها الإنسان أولاً المرض الأول السكعي نقدر نقدر أيضاً على الضغط الدموي عن بعض الأورام خاصة الأوران تعلق القولون وغيرها من الأمراض المستعملية دعونا منذ مدة إلى أن تكون هناك بدائل عن الفرينة البيضاء مثل الفرينة الكاملة أو الفرينة الممزوجة يعني يزيد لها سميد بعد تحضير منظمة حماية المستهلك من أخطار طحين المستعمل في صناعة الخبز نظراً للمخاطر التي تنجر عنها ينصح خبراء التغذية بالتخلي عن الخبز الأبيض ومع الكمية الكبيرة التي يستهلكها الجزيريون من الخبز تبقى الوقاية دائماً خير من العلاج